قلناها ميران التركان لا نسمح لأي حزب أو أي منظمة تتخذ من إقليم كردستان قاعدة لانطلاق لتهديد دول الجوار ولكن ما حدث بعد 2014 أن حكومة السيد العبادي أتت بقوات الفككة إلى سنجار وقامت تدفع لهم رواتب لا زال حد اللحظة من هيئة الحجد الشعبي وهي التي لا يعني حكومة بغداد منذ البداية لا يعني تعيد النظر في هذه الاتفاقية لا من الجانب التركي ولا من جانب حزب العمال الآن قوات حزب العمال متواجدين في سنجار وقائم مقام سنجار ومجلس خضاء سنجار ليس لديهم أي سلطة هناك الكل يعلم والحكومة الاتحادية في عهد السيد العبادي من أتوا بهؤلاء والسيد عهد العبد المهدي لم يستطع تغيير شيء والآن ننتظر حكومة السيد الكاظمي نحن ليس لنا لسنا جزءا من هذا الصراع ولا نريد أن نكون جزءا من هذا الصراع لكن ألن يكون الإقليم جزءا من الحل؟ وفتر ما دمين وعشر من الدستور تقع على عاتق الحكومة الاتحادية تمام لكن وجهة نظر الإقليم في حل هذه المشكلة ما هي؟ بالنسبة للجانب العراقي والبككة بشكل مباشر يعني إحنا ما ننتظر من تركيا اليوم حلول لأن أكو خروقات كثيرة اليوم على تركيا يا سيدي ذكرت لك يعني تواجدهم في سسرة جبال قندين التي تقع في أراضي إقليم كردستان تقريبا 30 كيلومتر ليس أزيد طيب ولكن الآن هم تواجدين لديهم مخيم عوائل في مخمور قضاء مخمور خارج إقليم كردستان في مناطق المستخطعة المتنازع عليها وكذلك في سنجار يعني على الحكومة العراقية أولا بت هذا الموضوع ومن ثم التحول إلى طيب دعني أقول سسرة جبال قندين التي تواجدون فيها البككة تقريبا 30 س gainedfreد منها